مرحبا بكم في أمريكا تشارت تعليم تدريب تطبيق ومحاجاة هنتكلم عن سهم سوبر مايكرو كومبيوتر بناء على طلب السيدة الكرام المشاهدين طبعا الشركة التزمت بالموعد كما وعدت وقدمت القوائم المالية المتأخرة في التاريخ المطلوب من هيئة النازدج يوم 25 فبراعي يعني آخر حد للتقديم كان 25 فبراير وهم قدموا في اليوم الأخير ولكن لسه في مشاكل تانية للي عايز بقى يتعرف على المشاكل التانية يدخل على الأخبار ويشوف أخبار سوبر مايكرو كومبيوتر لكن الخبر الأهم ألا وهو تهديد السهم بالشطب إذا لم يلتزم بالتاريخ المحدد لتقديم القوائم المالية ده الخبر الأهم الحمد لله عدينا هذا الموقف على خير نتكلم بقى تحليل فني طيب هنلاحظ إيه إن الاتجاه العام الهابط طويل الأجل ما زال ساري على الأقل لحد دلوقت لحد ساعة التسجيل أنا عارف إن البريماركت يشير إلى إن فاتح السهم أو هيفتح السهم حول مناطق ال56 وهذه الإشارة معناه إنه هيفتح فوق خط الاتجاه الهابط فمعناه إنه فيه كسر محتمل وليه بقول محتمل؟ لأن في الكام يوم اللي فاتوا كسر خط الاتجاه ولم ينجح في الثبات فوق منه فبالتالي الكسر المرتقب مع افتتاح الجلسة محتاج إغلاق أسبوع كامل فوق خط الاتجاه هذي أول طلب عشان أصنف الكسر ناجح وبعد كده محتاج أسبوع تأكيد علشان أبدأ أبني خطة بناء على هذا التغير الهيكلي في السهم اللي ممكن يحصل إذا ما تمكن من القضاء على خط الاتجاه الهابط والخروج من القناة السعرية الهابطة طويلة الأجل ساعتها تختلف الرؤية من سلبية طويلة الأجل إلى يأم حيادية نيوترال أو إيجابية حسب الاتجاه المنتظر سواء صاعد أو عارض طيب تعالوا نتكلم في الاحتمالات عندنا كم احتمال يتحرك فيه السهم الاحتمال الأقرب بحكم البري ماركت اللي احنا شايفينه إن السهم يتجاوز خط الاتجاه الهابط وينحدر فوق منه قليلاً يعني ينزل برضو ولكن من الجهة العكسية طب ليه؟ لأن السوق ضعيف لأن S&P 500 Index والنازدك المؤشرين على ضعف نهيك عن راس الألفين أيضاً ضعيف فالسوق في المجمل فيه حركة تصحيحية قصيرة الأجل مبدئية اتكلمنا عنها طبعاً في عطلة الأسبوع لما بنراجع المؤشرات في آخر كل أسبوع فمن الصعب إن السهم يكتسب زخم قوي وينطلق للأعلى عكس الطيار ولذلك إن افتتح أعلى من خط الاتجاه وتمكن من الإغلاق عدة أيام متتالية فوق خط الاتجاه المكسور ممكن جداً ينحدر فوق منه ولكن يعاني بشيء من الهبوط أو يعاني من شيء من الهبوط إلى أن ينتهي تصحيح السوق هذا الهبوط المرتقب مع تصحيح السوق ممكن يذهب بنا مرة أخرى نحو الدعوم الشهرية طويلة الأجل التي لطالما تحدثنا عنها في السابق أقرب واحد فيهم مناطق 32 دولار بس ساعتها بقى يختلف الأمر كل الاختلاف لأن احنا وقتها بنختبر الدعم الشهري طويل الأجل من فوق خط الاتجاه الهبوط المكسور خلينا نقولها بشكل أوضح بنختبر الدعم الشهري طويل الأجل ونحن خارج الاتجاه الهبوط فشتان أن احنا نختبر هذه الدعوم الشهرية ضمن بيئة سلبية وبين أن احنا نختبر نفس الدعوم الشهرية ضمن بيئة حيادية أو ضمن بيئة إيجابية وكلاهما أفضل مئة مرة من البيئة السلبية الهبوطة السابقة ده الاحتمال الأول بحكم أنه يبدو أن البريماركت ترينينج يشير إلى فجوة سعرية صعيدة ومعاودة كسر خط الاتجاه للأعلى السيناريو الأسوأ أنه بعد ما يفتح فوق يرجع ينزل تاني تحت منه يعني بعد ما يفتح فوق وبشكل جيد نلاقيه بمرور الوقت سواء في نفس الجلسة أو جلسات تالية رجع تاني تحت خط الاتجاه خلاص تظل الرؤية السلبية قائمة بلا تغيير وسيظل متابعة مناطق الـ 32 قائم ولكن برؤية انتظار ورؤية صبر وليس برؤية البحث عن خطة لأن لو رجع نزل تاني واختبر الـ 32 أو الـ 33 تحت خط الاتجاه خلاص بعد ما استني يتلاقى خط الاتجاه مع الدعوم في مناطق معركة مزدوجة ما بين مين يدعم السهم ويساعد ويطلع وما بين يصد السهم ويجبر وينزل وانتظر بقى المنتصر من المعركة التي ستدور بين البائعين والمشترين حول هذه المناطق الحيوية الحرجة واشوف مين المنتصر فيهم وابقى تصرف ده الاحتمال التالي فنخلي بالنا كويس جدا ان الى الان في لحظة تسجيل الفيديو لا يوجد قرار نهائي هل السهم اصبح ايجابي ام سلم رسمنا السيناريو الاول وعملين حسابه وعرفنا هنستنى اسعار عاملة ازاي ونتصرف ازاي ورسمنا السيناريو التاني وعرفنا ايضا نتصرف ازاي وليه الاهم من ده كله ليه علشان تبقى فاهم وتمتلك ادوات التفكير السليم طيب هل ممكن السهم مع الافتتاح ده ما ينحدرش على خط الاتجاه ويطير وارد بس كده هيصبح ضد الطيار العام لقطاع اشباه المواصلات وخضراتكم شايفين معظمه بيصحح ويصبح ضد الطيار العام للمؤشرات عموما يعني نسبة حدود هذا الانطلاق الغير مبرر ضد رؤية السوق بشكل عام نسبة هذا الحدوث يعني خلينا نقول بالكتير قوي عشرة في المية فصعب بناء خطة على الاحتمال الاضعف وخصوصا لو كانت خطة دخول افتراضي ودفع كاشف افتراضي في تداول ورق يعني مش في محلها انه ابني المتجرة على الاحتمال الاضعف وليس الاكبر طب هنا الاحتمال الاضعف بيقول انه طلوعه وممكن يبقى فيه كاشف افتراضي لكن الاحتمال الاكبر هو التصحيح فوق خط الاتجاه يبقى هنا ويت يبقى الخطة هنا ويت انتظار طب انتظر ايه الرقم اللي قلنا عليه 32 وخلي بالك الانتظار ال32 مش معناه انه يجب ان يرتد حتما من هناك من عالم بشيء من الزبزبة ممكن ينامس ال24 وال25 اللي هو الدعم الشهر الاخر وخلي بالك مش بعيدة على سوبر مايكرو كومبيوتر لان طبيعته زاد زبزبة مجنونة وعملها بلكده وعملها بلكده يعني سهل قوي يروح في العشرة دولار دول العشرة دولار دول 30 في المية من امت السهم وقتها لكن بيعملها ويروح ما بين الدعم ومقاومة وابعد قليلا كمان فبيعملها وفي ايام معدودة فمش معنى انه ينامس 32 يجب وحتما ان يرتد من اعلى منها او من عندها بالضبط وارد جدا نرى لبلبة عنيفة كالسابق وليس بالضرورة بنفس العنف لكن يعني متقاربة فدي حزمة دعم تبدأ من 32 ولكن تمتد حتى 24 و23 كمان القصد من الكلام ان امور SMCI بدأت تتحسن ولكن هذا التحسن مش معناه ان احنا نجري انطار للسهم وراء اي فجوة يعملها بحجة ان مشاكل انتهت فيه لسه مشاكل اخرى خد شقر الاخبار ليس بالضرورة بنفس العنف السابق ولا القلق السابق ولا الحرج السابق ولكن ما زال فيه مشاكل مشاكل مرأبة داخلية ومشاكل حسابية ومشاكل تأخير في الحسابات فيه لسه مشاكل لكن مش بعنف المشكلة السابقة والاستضام مع هيئة النسل ادي اول حاجة يعني المشاكل لازالت قائمة تاني حاجة السوق نفسه والقطاع في حالة لا تسمح بان احنا نقامن لمطاردة سهم ياسبح ضد بالطيار الا في حالة واحدة بس ان يكون اصلا معك مراكز افتراضية مفتوحة ساعتها هنلعب على تحريك صمام الامان لأعلى مع حركة السهم دي الشفاعة الوحيدة ان يكون معك مراكز افتراضية قديمة مفتوحة انما تغامر فيه جديد ولسه الوضع ضبابي ومش عارفين هيحترم خط الاتجاه من الجهة العكسية ولا لأ مش عارفين افتتاح الجلسة ده سيسفر عن كسر حقيقي ام لا فيه من ايام التأكيد وفين اسابيع التأكيد بحكم ان انا خط طويل للاجل لسه بدري قوي على تبني رؤية ايجابية صريحة في سهم سوبر مايكرو كومبيوتر ممكن تنتهي برؤية عرضية يريد يعني انا لو لم يسفر عن كسر هذا الخط اتجاه صاعد اتمنى يسفر عنه تحرك عرضي يساعد على مداربات افتراضية ما بين الدعوم الشهرية والمقاومات الاسبوعية يريد فالكلام سابق جدا لأوانه لتبني رؤية ايجابية صريحة تسمح بمتاجرات افتراضية شرائية في تداول ورقي مباشر في سهم سوبر مايكرو كومبيوتر لسه بدري اوانه طيب هيحتاج متابعة ومراجعة امتى اظن اظن ممكن اسبوع اثنين البشرة الوحيدة في رأيي انا اللي تقول ان السهم ده هيعمل شيء طيب انه يحافظ على دعم واكتب الرقم ده عندك ممكن ينفعل التمانية واربعين دولار تحديدا التمانية واربعين دولار الدعم ده لو قدر يحافظ عليه بعد الفجوة السعرية دي ويستمر في الحفاظ عليه رغم تصحيح السوق في المجمل وامتنع عن اختبار الدعوم الشهرية اللي انا قلت عليها ده يعني الاحتمال الوحيد اللي يخلينا نبدأ نصنف بقى تصنيف جديد خالص بان اللي فد قاع مزدوج قضى على الاتجاه الهابط واحترم خط الرقبة عند التمانية واربعين مجازا سبعة واربعين واثناء تصحيح السوق لم يهبط تحت للك المستوى هيبقى فات اسبوعين ثلاثة اربعة يكون رمضان خلص ساعتها بقى ممكن نشوف تكوين قاع وممكن يبقى فيه هنا دلالات شموع يابانية دلالات النفس عرية على رؤية الساعة احجام تداول تشير الى احترام خط الرقبة وساعتها ممكن نستبشر خير ان معانا اتجاه صاعد ولو قصير لك اصن كده رؤية سهم سوبر مايكرو كومبيوتر اتطبحت بناء على طلب السادة الكرام المشاهدين والنصيحة ما تستعجلش كان معاكم وائل يحيى خبير فني اقتصادي معتمد دوليا من الاتحاد الدولي للمحلمين الفنيين بالتوفيق ان شاء الله شكراً لكم